تشهد مملكة البحرين انتعاشا ملحوظا في القطاع الصناعي وبالتحديد في صناعة الألمنيوم نظرا لما عرفت به في منطقة الخليج بالتجارة المزدهرة من خلال حجم الانتاج والتكرير فمن هذا الموطن الحاضن لأكبر مصهر للألمنيوم في العالم بعد الصين أكد تغرير اقتصادي بأن مملكة البحرين تحتل المرتبة السادسة عالميا والثانية عربيا وخليجيا ضمن أكبر عشر دول منتجة للألمنيوم وأشار التغرير الاقتصادي إلى أن مملكة البحرين أنتجت نحو مليون وستمائة ألف طن متري من الألمنيوم في عام 2023 وهو نفس مستوى انتاجها من العام السابق إذ يعد قطاع الألمنيوم في مملكة البحرين أحد أكبر مصادر عائدات التصدير والذي بلغ ثلاث مليارات دولار أمريكي في عام 2023 وفي السياق نفسه أكد التغرير أن شركة الخليج لدرفلة الألمنيوم التي تأسست في مملكة البحرين عام 1980 تبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية أكثر من 165 ألف طن متري من منتجات الألمنيوم وهو ما يضع مملكة البحرين في المرتبة السادسة عالميا إلى ذلك تلعب شركة ألمنيوم البحرين ألبا دورا حيويا في تنشيط الاقتصاد الوطني حيث تقوم بإنتاج الألمنيوم السائل بنقاوة تبلغ 99.17% وكذلك قوالب الدرفلة والسحب وسبائك معيارية للصناعات المحلية وسبائك العجلات كما يتم تصدير المتبقي من الانتاج للأسواق الأخرى الجذير بالذكر أن انتاج 50% من شركة ألمنيوم البحرين ألبا يتم استهلاكه محليا في حين يتم تصدير المتبقي من الانتاج إلى 25 دولة مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة ترجمة نانسي قنقر